نروح مع حضراتكم لخبر غريب جداً أوي خالص وقعها يعني غير مسبوءة حاجة عجيبة جداً أنا استغربت جداً الوضايا وانا عاد بقرأ الخبر يعني النادي انتراخت فرانكفورت الألماني قرر بالأمس إن هو حيمنع تماماً عمدة المدينة من إن هو يحضر لهم أي مطشط بعد كده طيب العمدة عمل إيه عشان يعكنل على النادي وعلى جماهير النادي اللي حصل إن كان فيه احتفالية كبيرة طبعاً بمناسبة حصول الفريق على كأس بطولة الدولي الأوروبي واللي حصل إن العمدة خد كأس البطولة من قائد من قائد الفريق سباستيان رودي في مجلس مدينة فرانكفورت أثناء الاحتفال مع الجماهير وصلت حالة من الزهور يعني من جانب كل اللي كانوا حاضرين لهذه الواقعة وده طبعاً عرضوا لانتقادات كبيرة ما تفهميش بقى خدوا جري خدوا كمروا يعني خدوا مرجعوا عمل حاجة غريبة نتج على أن النادي أفش وقال لك إحنا متعودين طول عمرنا إن قائد الفريق هو اللي بيسلم يعني فهميش لكن اللي حصل ده غير مسبوء وبناء عليه قراروا أنهم يعني مش هيخلوا العمدة المدينة يحضر لهم أي ماتشاط بعد كده قال لك بياخد مننا كقوس وبتاعه بيكمر الحاجات المهم المتحدث باسم مجلس إدارة النادي خرج في الإعلام بإمبارح وقال نصاً لا يمكنني تخيل أن يبقى بيتر فيلدمان اللي هو العمدة المدينة لا يمكنني أن يتخيل أن يبقى بيتر فيلدمان محل ترحيب في الملعب خلال مبارياتنا القادمة يعني من الآخر ما فيش داعي تحضر لنا أي ماتشاط بعد كده وقال كمان متعودين زي ما كنت بقول لك متعودون أن يقدم اللاعبون والمدرب الكأس للناس أي شيء آخر هو بمثابة غرور ونرجسية وبالمناسبة يعني الفريق ده حصل أول لقب أوروبي دي من 42 سنة بعد ما فاز على الجاسكو رينجرز الإسكتلندي بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجحية يعني كاسبش جايب السهل كمان العمدة يكمروا مش حلوة لا مش حلوة مش حلوة من العمدة شكرا